في إطار الأنشطة الرياضية السنوية وتحت إشراف المديرية العامة للرياضات العسكرية وبتنسيق مع الحامية العسكرية الرباط سالة نظم المركز الرياضي للقوات المسلحة الملكية من 9 إلى 23 يونيو 2023 البطولة الوطنية العسكرية للرياضات الجماعية من خلال عدة مباريات في كرة القدم، كرة السلة، وكرة طائرة وقد عرفت هذه البطولة مشاركة 24 وحدة تابعة لمختلف مكونات القوات المسلحة الملكية البرية، البحرية، الجوية، والدرك الملكي ولإنجاح هذه التظاهر الرياضية قام المركز الرياضي للقوات المسلحة الملكية بتوفير مجموعة من الوسائل سواء منها البشرية والإمكانيات اللوجيستيكية التي كانت موضوعة لفائدة جميع المشاركين من خلال إبراز كل طاقاتهم البدنية والتقنية شهدات البطولة الوطنية العسكرية لرياضات الجماعية على مستوى جيد أما على مستوى رياضة كرة القدم فشهدات نيدية منذ بداية البطولة حتى النهاية وكما شتوا لقاء الختامي كانت فيه نيدية والتي تسمت به هذه البطولة هو الروح الرياضي العالية ديال الفرق جميعاً كما نشكر المركز الرياضي العسكري على حفوة الاستقبال ولي وفرنا جميع الظروف بشهية لها البطولة الحمد لله أننا المرتبة التانية في البطولة العسكرية المقامة بالمركز الرياضي القوات المستلحة الملكة هذه البطولة اللي عرفت واحد نيدية قوية بين الفرق المشاركة اللي أبانت على مسواهي رائع وإن شاء الله تنتمنوا العام القادم نحصلوا على المرتبة الأولى وحضموا فقل الفرق المشاركة وشكراً الحمد لله تمكن فريق الكورة الطائرة التابعة للحرس الملكي بالفوز بمرتبة الأولى فالبطولة العسكرية للرياضة الجماعية المقامة بالمركز العسكري للقوات المسلحة الملكية وبهذه المناسبة نشكر جميع المسؤولين اللي صهروا على إنجاح التظاهر العسكري وكذلك نشكر الفرق المشاركة اللي قدمت واحد روح ريادية واحد تنفسية واحد مستوى جيد اللي كي يشرف رياضات الجماعية العسكرية نتمكن فريق الحرس الملكي من الفوز بالمرتبة الأولى في البطولة الوطنية العسكرية لرياضات الجماعية اللي كتتقام في المركز الرياضي لقوات المسلحة الملكية وبهذه المناسبة نشكر جميع المسؤولين الصهرين على نجاح التظاهر الرياضية كما كنا نشكر جميع الفرق على روح التنفسية وروح القتالية لبينو على طيلة شهر المطولة هذه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا